نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محمده ونصل ونسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد على آله الطيبين الطاهرين وصحبات الأكرمين ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين وبعد حياكم الله أيها الأحبة الكرام ونستأنف ونواصل مع الرياض الصالحين سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصالحين وأن يحشرنا في زمرة الصالحين قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدكين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله وكيل وكد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى باب فضل العتقى بدأ الإمام النووي الباب بقول الله تبارك وتعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة من سورة البلد الحديثة عشر إلى الثلاثة عشر اقتحم يعني بمعنى دخل وتجاوز بشدة دخل وتجاوز بشدة ويجعل الأعمال الصالحة عقبة وهنا يأتي يعني العمل الصالح واقتحام لهذه العقبة لما فيه من مجاهدة النفس فالمؤمن يجاهد نفسه على فعل الخيرات قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وما أدراك ما العقبة يعني ما أدراك ما صعوبة هذه العقبة وما ثواب اقتحام هذه العقبة عند الله تبارك وتعالى فك رقبة وتفسير العقبة يعني تخلصها من الرق أو إطعام في يوم ذي مسغبة يعني ذي مجاعة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطرب وخص الله تبارك وتعالى العتق والإطعام لما فيهما من النفع المتعد النفع المتعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتقى رقبة مسلمة أعتقى الله بكل عضو منها عضوا منه في النار حتى فرجه بفرجه حديث المتفك ونعلي يعني في أعلى درجات الصح وفي هذا الحديث أنه ينبغي أن يكون العتيق كاملا ليحصل الاستعاب وعذك الذكر أفضل لحديث قوله صلى الله عليه وسلم أيوم امرئ مسلم أعتكى امرأة مسلما كان فكاكه من النار اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين وأيوم امرئ مسلم أعتكى امرأتين مسلمتين كانت فكاك من النار بفضل الله تبارك وتعالى رواه الترمذي والأبي داود أيوم امرأة مسلمة أعتكت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار نسأل الله تبارك وتعالى أن يعتقى رقابنا من النار هذا والحمد لله رب العالمين